اشتركوا في القناة واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الاسعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله واشر سموه الى حرس المملكة على مواصلة تعزيز علاقات البلدين ورفضها بما يحقق التطالعات المشتركة ويسهم في فتح افاق ارحب نحو مزيد من الخير والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين ونوه سموه بالمتابعة المستمرة والجهود الطيبة لاخيه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الاسعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في الدفع بمجالات التعاون الثنائي باتجاه المزيد من التطور لافتا سموه الى ان التكامل البحريني السعودي يزداد تناميا تدعمه الاتفاقيات الثنائية المتبادلة في مختلف المجالات والدور الهام الذي يطلع به مجلس التنسيق السعودي البحريني بما يدعم تحقيق الاهداف المنشودة جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع اليوم صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حيث نقل إلى سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين وأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والاستهار فيما أبلغه سموه بنقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وتمنيات سموه للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والرفعة وشكر وتقدير سموه على ما أبداياه من مشاعر طيبة ونبيلة وتعزيهما ومواساتهما بشهداء الواجب السامي وأشهد سموه بالدور الريادي الذي تطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية متمنيا سموه لها المزيد من التقدم والرفعة هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مأدبة غداء تكريما لسمو وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة من جهته أشهد سمو وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بدور صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وتطوير أفاق التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر